نحن سأبت استلمنا وبلشنا بالتدقيق وبلشنا نفتح ملفات لتحسين الأداء بالمستشفيات الحكومية والخاصة بموضوع الاستشفاء ومراقبة الملفات ولكن أجينا موضوع كورونا ولكن أنا بقول لك أستاذ جورج أنه هذا الملف لن يؤثر على غيره من الملفات يعني تجهيز المستشفيات لح يمشي بكل شفافية المستشفيات الحكومية بكل لبنان 32 مستشفى لح يصير عندهم تجهيزات متطورة جدا ولحال قطاع العام الصحي ياخد دوره بالسنوات القادمة وبالقريبة العاجلة مش بس سنوات القادمة بالقريبة العاجلة إذا أراد لتحقيق الضمان الصحي لكل فئات المجتمع طيب هولي لما أقول لي بعدك أنه في شركات مقدمة مشان تعمل تدقيق يعني معنايتها بعدها القصة طويلة لأ ما أنت تختاروا الشركة وتتقدموا الفايل تبعكم يعني أمتى المصريات بيوصلوا هذا السؤال نحن هلأ بحاجة المصريات بقرار سريع أخذ 20 مليون دولار من مصر في لبنان نحطه بحساب وزارة الصحة لحتى تبادر إلى شراء كل المعدات وهو لاحقا بعدين بتسددوا من اللون صار لعنا 3 مليون دولار من القرض بحساب وزارة الصحة كمان موجودين بلشنا فينا نشتري فيهم حاجيات محلية تحرر كل المال جبنا كمان المشكورين جمعية المصارف 6 مليون دولار كمان بخليني أقول كتار تحفظوا أنه أذكر أسماء ولكن بتعاون مع جمعية المصارف من كتير مرجعيات 6 مليون دولار صاروا موجودين بالحساب وعندنا مليون و 200 ألف دولار من المجلس الماء والأعمار كمان من الهبل الكويتية صار فينا نشتري فيهم إذن اليوم المشكلة من مشكلة مصاري اليوم المشكلة أنه نحن نشتري عبر WHO وعبر اليونسيف أخذوا اللوائح لازم نهار الثلاثة يعني بعد بكرة خلاص يقول WHO شلح يجب لنا اليونسيف شلح يجب لنا ومصادر الإنتاج كنت اشتركوا في القناة